بسم الله الرحمن الرحيم موسى الكتاب ويعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جيء وعد أولير ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ويعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جيء وعدوا الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي من التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا نيما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرهم في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفر بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخري وما كنا معذبين حتى نمعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القول من بعد موح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذنوبا مذحورا ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مذنوما مخذولا وقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أوكليهما أحدهما أوكليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما يناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تنعن يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقع ذملوما محصورا إن ربك يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقوا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاميلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه وعند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مذحورا أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالي عما تقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون من آخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ألبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدونكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رغوسهم ويقولون بديهم قل عسي أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن لبدتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عذوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يغتغون إلى ربهم الوسيلة أيوم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها لولون وآتينا ثمون الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تغريفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخرفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وردك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعنوه الشيطان إلا أمورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي لربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر إتبتهوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكوا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يحصف لكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم في تارة أخري فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا مني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بالمامين فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحلنا إليك لتفتني علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيء أو قليلا إذا لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تهد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صرق وأخرجني مخرج صرق وجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ترجمة نانسي قنقر